تمام نادي الزمالك قال لرقم عشرة ان الجهاز الفني للفريق بكيادة جوسفالدو فريرا استقر على اعارة سيف فاروق جعفر في الموسم المقبل وقال المصدر ان اللاعب عنده عرض من بيراميدز وان اللاعب اقترب للرحيل عن الفريق لمدة موسمين سيف جعفر من اللعبة المهمة البرومسينج الوعيدة جدا اللي ممكن يبقى ليه مستقبل كبير في الكرة المصرية امير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قرر البدء في تعديل عقود اللاعبين الشباب اللاعبين التي تنتهي عقودهم من موسم المقبل 2023-2024 عايز انهي الامور دي بدري بدري عشان ما يحصلش ازمات اخرى ولعبين ما يرفضوا يجددوا عقدهم والنادي يضطر يسيبهم فري دون مقابل فعايز يحسم هذا الامر بدري بدري وده اللي يحصل في اي نادي كبير بالمناسبة ولو كان في فترة من الفترات في نادي الزمالك في بعض الناس ما حسموش اقود بعض اللاعبين فاضطرت اللاعبين دي تمشي او اضطر النادي يستحمل اللاعبات يتمشي فيه المفروض ده ما يحصلش في المستقبل وده اللي بيشتغل عايز نادي الزمالك الان نادي الزمالك في الامر اللي فاتت تعاقد مع المهاجم البنيني سامسون كيولا بعد او لمدة تلت مواسم مصدر في نادي الزمالك قال انه فيه كمان بند فيه التعاقد انه ممكن الزمالك يزود عام اخر بناء على رغبة نادي الزمالك مع نهاية التعاقد يعني لو الزمالك بعد تلت مواسم شاف انه اللاعب مفيد للفريق ممكن يمد لسنة رابعة بحسب رغبة نادي الزمالك